اشتركوا في القناة وإجراء بحوث اجتماعية لكل طلب على حدة وأفدت الوزارة أن عدد الاجتماعات التي عقدتها اللجنة خلال الربع الأول من عام 2021 قد بلغ 21 اجتماعا مستعرضة بعض إحصائيات اللجنة حيث أفدت بأن عدد الحالات التي تمت الموافقة على توفير حلول اسكنية عاجلة لها بلغ 210 حالات بنسبة تبلغ نحو 62% من إجمالي عدد الحالات المعروضة على اللجنة وأضافت الوزارة بأنه قد تم الاعتذار عن تلبية 119 طلبا معروضا أمام اللجنة نظرا لعدم انطباق المعايير الخاصة بالحالات الإنسانية أو العاجلة عليها فيما تخضع تسع طلبات لمزيد من الدراسات والبحوث الاجتماعية واستفاء الوثائق المطلوبة تمهيدا لعرضها على اللجنة واتخاذ القرار المناسب